هناك بعض الحالات التي يتعرض لها الإنسان والتي تحتاج لمشهورة طبية مستعجلة اليوم موجود معنا الدكتور بشارب قعين رئيس القسم الباطني في مستشفى البشير ليحدثنا عن الأعراض التي لا يجب على الإنسان تجاهلها وعليه فورا مراجعة الطبيب فصباح الخير يا دكتور وأهلا وسهلا فيك صباح الخير إليك ستشاهد وشكرا على الدعوة الكريمة منك من التلفزيون الأردني يسعد هالصباح دكتور بداية يعني سؤال شوي هيك عام خلينا نحكي وبيحكم تجربتك ليه الناس ما بتحب تراجع الطبيب في حال تعرضت لبعض الأعراض اللي هي تعتبر أمور أو حالات بحاجة للمراجعة بحاجة للمشهورة طبية خلينا نحكي عن سبب ليه الناس بتكون متكاسلة وما بتهتم بحالها كتير خلينا نحكي من هذا الجانب يعني قد تكون السبب عديدة منها أنه احنا مرات بناخذ المرض أنه والله أنا أقوى من المرض وما بخاف من المرض وهي حالات قد تمر عابر ومرات بعمل أي شيء أي سوال أي شيء بيشرب بروح بيجي بحاول يشرب أي شيء ساخن بل كتخف عليه الأمور أعشاب والله هي ميزاب طبعا وصلنا على الطوارئ والله هو بمرحلة متأخرة كثير فإحنا الإشكالية الأساسية أنه عدم درائتنا بخطورة الحالة خطورة الحالة المرضية خطورة المضاعفات ما أنه يمكن أحكي أنه معناش الوعي الطبي الكامل ببعض الحالات المرضية هي هاي هاي الوعي الطبي مهم كتير ودكتور من خلالك ومن خلال الشاشة التلفزيون الأردني كتير منحب دائما ننشر ثقافة الوعي فيما يتعلق بالأمور الطبية واليوم نحن عم نحكي عن موضوع كتير مهم وأنت تفضلت وتحدثت في إجابتك عند السؤال الأول أنه هناك خطورة ما بيدركها الإنسان خلينا نحكي عن هذه الخطورة اللي ممكن يتعرض لها الإنسان كيف ممكن تكون نحن بنقسم الحالات المرضية إلى عدة أقسام صحيح عالم واسع بالضبط الحالات أنه لا يمكن أن نتجاهلها ولا تحتمل الانتظار في البيت ولا تحتمل أن يزور العيادات حالات بدها على الإصعاف الطواري بأي متشفى حكومة أو خاصة أو الآخرين خصوصا للناس اللي عندهم فرضا حالات سكري حالة ضغط إذا شعر بألم بالصدر مهما تكون خطورته مهما تكون درجته لا يأخذ الأمور بطريقة سهلة وأن هذا ألم بروح صحيح لا هذا أنا هذا واحد من الحالات اللي بننصح هو يراجع للإصعاف الطواري بأي مستشفى لأن هذا يحتمل احتشاء عضلة القلب وكثير كثير من الحالات ستشهد نحن بجونا بهذه الإشكالية قد يصل متأخر بعد 12 ساعة بعد 24 ساعة بحيث لم يصلنا تكون فترة البحاجة فيها للعلاج أو المواد المميعة خسرها فننصح هذول مرضى تحديدا وهذول كثر من الناس معظم مراجعيننا هم من هذه الفئة عمار الخمسينات عنده سكر عنده ضغط عنده دهنيات ألم بالصدر بأي لحظة لازم أن يجينا على الإصعاف الطواري هذا ما يروع عيادات هذول هذول واحد من الحالات الخطرة جدا اللي فيها خطورة على الحياة ها هي الأعراض اللي هي ممكن نعيدها دكتور ممكن نعيدها الأعراض يعني المرضى اللي اللي بتعرض لها من السكري من الضغط من رتفاع الدهنيات إذا شعر بألم بالصدر ألم الصدر بذل مهما تكون درجته يعني خفيفة أو ثقيلة على اليسار على اليمين على الكتف مرات برافقهم بعض الأعراض تقيه تعب عام ألم بالصدر هذا يفضل أنه راجع الطواري ويبين أنه والله ما عنده شيء ولا ظل قاعد في البيت ويصل لمرحلة خطرة ويخسر حياتي فيه لحظة من اللحظات أو يصل فيه مضاعفات بذل حالات أخرى ستشاهد يعني أعراض يعني عديدة ممكن الشخص يتعرض لها احسن عن هذه الأعراض صحيح أعراض حالات ثانية نحن نحكي للمواطن مرضى سكري تحديدا خصوصا إذا دخل فيما يسمى غيبوبة السكري الأعراض هذه عديدة تبدأ من الغثيان إلى عدم الصحيان بشكل كامل الغياب عن الوعي إلى الغياب عن الوعي التام هذا المريض كمان ما يحتمل أنه يظل قاعد في البيت أكيد أو يراجع يادي أو يروح على مركز صحي لا هذا المريض يفضل أنه راجعنا على أسعاف الطواري لإجراء اللي لازم إليه بالطريقة المناسبة ونكسب الوقت اللي هو بالدروح يخسره لأنه كل ما خسرنا وقت كل ما خسرنا إحنا بالمقابل أو كل ما حصل مرض على خطور تحياة أكثر شوية ومرض السكري هو مرض خفي كمان يمكن الشخص نفسه يكون مش مدرك أنه يعاني من هذا المرض واليوم كمان دكتور بحب أنوه أنه رح يكون فيه عنا فقرة لمبادرة بتحكي خالي من السكر صبايا عاملين هاي المبادرة اللي هي بتهدف إلى توعية المجتمع فيما يتعلق بمرض السكري ففعلا موضوع السكري موضوع خطير جدا لازم الأشخاص يكونوا كتير حارسين على أنفسهم أنه في حال تعرضوا لهالأعراض اللي تفضلت فيها خصوصا أنه إحنا نسبة السكري في البلد عالي جدا يمكن قياساتنا ومعلومات حول 18 إلى 20% نسبة كبيرة نسبة كبيرة طبعا والسكر ومضاعفاته عديده كل ما استمر للعمر كل ما زادت مضاعفات وهي إشكالية على الحياة بصراحة على المجتمع على المريض على الأهل على الدولة على المستشفى كثير مشاكل صحيح فمرض السكري يجب أنه نأخذه بحدية تامة ننتظم بعلاجنا ننتظم بتحالينا الدورية ومراجعاتنا للطبيع بشكل منتظم حتى إحنا نقدر نحافظ على السكري بوضع معين لنقدر نعيش حياتنا بدون أي مضاعفات بدون أي إشكاليات بدون أي شيء ممتاز بعض الحالات ستشهد يعني كمان من حالات اللي بنشوفها بالطواري بشكل كبير جدا حالات ارتفاع الضغط أو التوتر الشرياني كمان نحن نوقع بهاي الحالة في نوع من عدم اللامبالاة من الأسف بالضبط يعني خصوصا الناس اللي أهليهم عندهم ضغط الأب عنده ضغط الأب لهم عنده ضغط أو عنده مسكري هذول لازم يراجعون كمان على العيادات أو على الطواري لعمل تحليل للسكري لعمل قياس الضغط إذا والله ما عنده ضغط أحسن إذا طلع عنده حتى إحنا على عمره مبكر نحاول نعمله تنظيم واكتشاف السبب تنظيم ضغطه ويتجنب الوقوع في المشاكل الضغط وارتفاع الضغط اللي منها على رأس القائمة الجلطة الدماغية اللي قد تؤدي إلى شلال نصفي وتصور قديش إرباك على المجتمع في هذه الحالات صحيح هذول من الحالات اللي احنا بتتم طبعا فيها حالات كثير عديدة بس احنا على رأس القائمة نحط هذول الحالات بشكل أساسي صحيح اللي ما يقعد في البيت أو يستنى الدفاع على المدينة التي يجي لا بدنا هذا يجينا على الطواري مباشرة حتى يتم إجراء الطب اللي لازم إله بالطريق السليمي حلو كتير طيب دكتور خلينا نحكي عن الأمور التي يجب أن نقوم بفحصها بشكل دوري ومنتظم خلينا نحكي مثلا عن فحص الدم خلينا نحكي عن فحص النظر السكر برضو الأورام السرطانية الكشف المبكر خلينا نحكي عن هاي الأمور اللي لازم نكون حرصين جدا على إجراء الفحصات الدورية وبشكل مستمر صحيح السؤال كمان من الأسل المهم جدا واللي بنواجه بحياتنا العملية كمان بشكل قوط جدا احنا بنحب الأشخاص اللي عندهم تاريخ أو سيرة مرضية بالسكر على سبيل المثال اللي هو الشيء الأساسي عندنا الأب عنده سكر الأم عنده سكري واحد من الأخوان عنده سكري هذا الشخص لا يجب أن يجب على العيادة لا يجب على الطوارئ يجب على العيادات بنعمله فحص سكري فحص سكر العادي فحص سكر التراكمي بنشاف إذا والله عنده سكري يكتشف من بدايته ويتم علاجه بالطريق المناسبة الأشخاص الثانيين اللي بس نخذ الأمور الطبية بعدين نطع على موضوع السرطان الأشخاص الثانيين اللي عندهم حالات غدى تصمع فرط بنشاط الغد أو خمول بالغد خاصة إذا في سيرة مرضية كمان لأنها تحتمل العامل الوراثي بهذه الأشياء مئة بالمئة تحتمل العامل فذول الأشخاص احنا كمان بنحب يجونا على العيادات لعمل فحص الغدى الدرقية وينشاف إذا والله ما عندي أشياء قد نصير نعمله فحص بشكل دوري كل سنة بلاش يعني النقطة الثالثة اللي أنا بد أنصح المواطن فيها اللي أذول بعمل بحوصات دورية بشكل متكرر ترى ما في داع للبرنامج هذا خلاص خليك على رأي الطبيب شو بحكي لك الطبيب يمشي معه بالزبط هي المشورة الطبية مهمة جدا والواحد يمشي على أساسها برضو كتير مهم فيكثير أشخاص دكتور بيعانوا من القلون العصبي وفيه أشخاص كتير عم بتسألوا عن هذا الموضوع الآن المتابعين عبر الفيسبوك لايف وفيه اتسالات أيضا خلينا نحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل شوي موضوع ما يسمى بالقلون العصبي أو الطراب الجهاز الهضمي أو الرتب البول بسموه المهم هاي واحد من الحالات المرضية المتكررة بصيب أعمار الثلاثينيات بالذكور والإناث ممكن تكون على حد سوا المريض بيكون بيشكي من فترة طويلة له أشهر من الألم في البطن مرات على الجسار مرات على اليمين مرات بيشعر بحرقة بعد أكل معينة بعد مقالة بعد بصل بعد هاي الأشياء كثير مرات بيشعر عندهم حالات اضطربات بالجهاز الهضمي قد يكون حالات امساك حالات اسهال هذه مشكلة متكررة جدا وبكون هذا الشخص رايح زايرة طبيب عامل تنظير عامل تحليل للجرثوم الحلزوني وما أخذ أنواع عديدة من الأدوية ومشكلة لا تزال معلقة ما نحلت نعم هذه تنحل مع الفترة العمرية نعم يتعد عنها شو أنواع المقالة اللي بتتعمه يتجنبها شو أنواع علاجه معيني يدخل فيها والله عنده حالات حرقة بالمعدي بأخذ دول حرقة صحيح عنده حالة امساك بأخذ دول ضد الامساك ما فيه علاج شافي إلى هاي الأشكال لأن هاي حالة عصبية لا تحتمل أمراض بالجهاز الهضمي نهائيا صحيح ما فيها يعني مرض عضوي اللي يتم استقصاله هي حالة بتروح مع العمر هاي على العمر بعد العمر الأربعين تختفي كليا ممتاز بيون إشكالي نهائيا طيب دكتور بشارة خلينا نحكي عن الصداع يعني الصداع مشكلة بتواجه نسبة كتير كبيرة من الناس يعني فيه أنواع فيه صداع بيكون مثلا مستمر فيه صداع بيكون بتقطع فيه صداع مثلا الواحد بتعرض له بسبب الحالة النفسية اللي هو عم بيواجهها بحياته خلينا نحكي عن الصداع وعن الشقيقة مثلا طيب كيف الشخص لازم يراجع الطبيب وإمتى لازم يراجع الطبيب في أي حالة كمان شكرا إليك على طريح الأسئل المهمة بصراحة يعني موضوع الصداع ستشهد يعني إحنا كلنا أقل واحد فينا في المجتمع صدع له خمسة مرات مرات بالجسار مرات باليمين مرات الصداع الذي يجب أن يراجع الطواري في المريض هو الصداع اللي بيسموه اللي بحدث بشكل حاد وسريعا جدا ويكون عالي الدرجة خاصة إذا كان في المنطقة الخلفية من الرأس هذا المريض لا يحتمل كمان أنه يصبر على حاله يروح راجع للعيادات هذا لا يجب أن يراجع قسم الإسعاف والطواري بأي مستشفى لأنه قد يحتمل هذا بشكل قوي جدا موضوع النزيف الدماغي صحيح فهذا المريض ما فيه داعي ينتظر وروح اللي على صيدلي محترام وكل الصياد لو جسموه لأهذا بدنا راجع للإسعاف والطواري حالات أخرى من الصداع اللي مزمنة بيقول لك والله أنا يا دكتور اللي أربع خمس أشهر بعاني من الصداع مرات باليمين مرات بالليسار مرات بالجبيل هل هو مرض وراثي دكتور؟ الصداع بصراحة لا يحتمل وراثي ما فيه وراثي بشكل قوي جدا نسب ضئيل جدا من الشقيقة قد تحتمل وراثيا بس بالشكل العام أمراض الصداع كلها موضوع الوراثي ليس واردين فيها بشكل زي أمراض السكر والضغط وهذه الإشكالية فالصداع اللي بكون مرات متنقل مرات يصار مرات يمين مرات هون له علاقة مع العمل أبا ضبط والله لم يروح على صراحة صراحة دكتور بالاسترس المنواجب حياتنا الله يعين الناس الله يعين الناس اللي بيعانوا من الصداع موضوع جدا كتير يعني كتير مزعج وكتير مؤلم للإنسان فلازم يكون دايما عم بيتبع مثلا نظام معين بحسب أيضا المشهورة الطبية لازم يراجع الطبيب في هذه الحالة ويعرف إيش الأدوية لازم يتناولها وما يفرط أيضا بس حب أسألك عن موضوع يتعلق بالوزن في ناس فجأة بتعرضوا لنقصان في الوزن الشديد أو حتى في المقابل زيادة الوزن خلينا نحكي برضو عن موضوع الوزن هل هو بحاجة لمراجعة الطبيب أيضا صحيح نحن الناس اللي عنده فقد بالوزن خصوصا إذا خسر نسبة معينة خسر نسبة فرضا 15 إلى 20% من الوزن خلال فترة زمنية بسيطة يعني خلال شهرين كان وزن 70 كيلو صار ولا 50 كيلو هذا واحد من العلامات اللي لازم نشوف فيها المريض هذا لازم نشوفه يعمله تحاليل قد يكون عنده غضة درقية قد يكون عنده أمراض بالجهاز الهضمي قد يكون عنده ضعف بالامتصاص وهكذا فمو كل واحد تخسر وزن يعني هذا يقلب الدنيا ومستشفى وصور لا بدنا نسبة معين 15 خلال الوقت معين بالمقابل يكون شهيته وأكله كما هو ما تغير عليه أشينا ما عمل رجيم بروح جمه وبخسر وزن وبقول لا والله أنا عندي هيك هاي هاي إحدى الحالات الجدا أساسية للمجينا فيها المريض يعني معلومات جدا مهمة في هذا الصباح دكتور بشار بقعين رئيس القسم الباطني في مستشفى البشير سعدنا جدا بوجودك وبكل الرسائل التوعوية اللي وصلناها لجميع المتابعين والمشاهدين وفي تفاعل كبير على الفقرة الطبية عبر الفيسبوك لايف تحية لكل الأشخاص اللي عم بتفاعلوا معنا شكرا لإلك دكتور ويعطيك ألف عافية شكرا للمشاهدة